موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المظاهر خداعة والحقيقة مؤلمة حلقتنا اليوم للاهتمام بالمظهر الخارجي أهمية ضرورية أكيد ولكن أن يحول إلى مرض هو هون المشكلة صارت ثقافي تعكس المجتوى الاجتماعي للإنسان ولكل الناس اللي بيهتموا بمظهر خارجي المشكلة عندما انتقلت إلى كل أفراد المجتمع ليس فقط مقتصر على الطبقة الثرية التي ضمن إمكانياتها أن تعتني بهذا المظهر وتبالغ فيه بل انتقل إلى الطبقة المتوسطة الدخل لا وبل الطبقة الفقيرة حتى الاهتمام بالمظهر لم يقتصر فقط على اللباس بل تعداها إلى طريقة الكلام وإلى أيضا استعمال اللغات الإجنبية حتى يظهر هذا الإنسان بمظهر الجنتل حتى يتماد الكثيرون في الاهتمام بالمظاهر الخارجية حتى أنه بيعتنوا بدأوا بالاعتناء بأشكالهم إذا كان في عندهم شيء رياضي أو جسماني فبيتباهوا فيه وحتى كترة المباهة وصلت حتى إلى طريقة تسريحة الشعر وهذه الظاهرة واستخدام المكياجات تبدو عند النساء أكثر من الرجال فبطريقة تسريحة شعر معينة أو وضع مكياج معين تمشي بطريقة متخترة تقلد أحد المشاهير فتبدو هي بطبقة معينة طبعا نحن هنا وقت ننخدع بهؤلاء وقت نتسمع لكلامهم نتفاجئ تمام أو أحيانا نتعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين يخدعون في مظهرهم فننصدم أثناء التعامل معهم فالحذر هو أنه ليس كل ما يلمع ذهبا وليس كل ما نراه باهتا تنكا النحلة كلنا لا يعجبنا منظرها وقد نهرب أو ننفر منها ولكنها تعطينا عسلا يشفينا ويسعدنا أنا هون هأخذ دراسي أجرتها شركة ماستر كارد على البلاد العربي وجدوا أنه بالدراسة أنه اللبنانيين بينفقوا تقريبا 15% من راتبهم الشهري أو مصروفهم الشهري على الرفاهية على المظاهر على الأمور الكمالية حتى يبدوا بمظهر هني فوق يعني مستواهن اللي هني فيه أما الكويتيون فكانت تقتربا النسبة متقاربة نجي للعمانيون بخصصوا 22% من دخلهم أما الإمارات 13% وفي قطر 11% وفي مصر 9% أكدت هاي الدراسة نفسها أنه أصبحت هذه ظاهرة ليست مثل ما قلنا على الطبقة الغنية فقط وإنما لكل أفراد المجتمع المتوسطة وحتى الفقيرة منها وانتشرت بطريقة يعني حتى أصبحت عبئا على الأسر الفقيرة عبئا على متوسطي الدخل حتى الطبقة الثرية أصبحوا بدل من أن يعتنوا بجوهرهم وبأخلاقهم ويركزهم أصبح التركيز على المظاهر هي أهم شيء في حياتهم هون سأوجهنا نحن سؤال للناس برأيكم الاعتناء بالمظهر بطريقة يعني تظهر الإنسان فوق مستواه المادي هل هي إيجابية أم سلبية ويا ترى هل المظهر الجميل أو المظهر أهوى يعطي احترام للآخرين لهذا الشخص سؤال واجهنا للإستطلاع منشوف مع بعضنا الإستطلاع ومنتابع المنظر الخارجي للإنسان هو عبارة عن منظر خارجي وليس له بها حقيقة إنما الثياب هي تزينه ولكن أكثر العالم اللي بتخصص مبالغ كبيرة المناظر عندنا هون أهم شيء وهي التورة لحنا ب2017 صار كل مناظر بمناظر لحنا أهم شيء الواحد عندنا إنه يطلع على السمان أو لعند حي الله حدا منظر حلو لحنا ما توردنا تورد إنه منظر حلو أو شيء هلق هذا الطبع صار عند العالم مثل المظهر هايك صار يعني إنه طبع فيهو هلق من ناحية إنه يتخصص نصرة تبع لأشيهات لإنه لللباس والمظهر والله يا أخي الناس ما تنزل يعني للداخل الداخل ما بعلان فيه غير رب العالمين يعني في متع لا يتنزل للمظاهر الخارجية وخصوصي إلا بنحني ب2017 الناس بتقيم الناس بمظاهرة ما بتقيمها لا بأصلة ولا بمعدنة معك دولار لابس نظيف أنت زلمية شغلة كبيرة هل المبالغة بالإعدناء بالملهر يحفظ للشخص احترامك للدبل الآخرين لا بس نحني إلا بالوضع نحني عايشين فيه بنزل الناس للمظاهر ما بنزل لداخلته طبعا بعد ما شفنا الاستطلاع ومنكمل منشوف شو هي الأسباب اللي بتخلي الناس أنه تهتم بمظاهرة إلى هذه الدرجة المرضية أهم حد الأسباب هو نقص بشخصية هذا الإنسان عندما يكون لديه النقص في شخصيته في قدراته فيحاول أن يغطي هذا النقص بالاهتمام بمظاهره الخارجي حتى يعني يشد انتباع الناس لهم السبب الثاني طبعا هو إخفاء ماضي مؤلم عند الإنسان نحن الآن كواقعنا نحن كسوريين كثير من الناس كان بمستوى معين يعيش في حياته الماضي نتيجة الحرب فقد كل شيء ولكنه يرفض أن يظهر بالمظهر الجديد الذي هو تحول إليه فنراه يستدين من أجل أن يحافظ على مظهره والاعتناء بالملابس الفاخرة أو السيارة الفاخرة أو حتى الجوال الفاخر فهذا السبب هو قد يؤدي للإنسان على أنه يظهر بمظهر فوق ما هو موجود عليه طبعا الحرص على الزعامي وحب التسلط هذه التربية منه الزغر إذا متربه الإنسان على أنه يكونه دائما زعيم هو متسلط فبحث أنه الاعتناء بالمظهر يعطيه هذه السلطة ويعطيه هذه الهيبة وخاصة إذا نوجد حوالي ناس بسيطين فبينشده كثير وبينغره جدا بهذا المظهر الخدّع أحيانا بيكون هذا الإنسان الذي كثير يهتم بمظهره الخارجي عنده أحلام كثير ولكن هذه الأحلام والأهداف هي فوق تطلعاته فبيحاول عن طريق مظهره الخارجي فيبدو أنه بهذه الدرجة من القدرات أحيانا عدم معرفته بضرر العجب والغرور متربي بطريقة ما بيعرف أنه الغرور قد يؤدي فيه إلى أمور سلبي كثرة مصاحبته للأصدقاء اللي هني أيضا بنفس المرض يعني عنده وكل أصدقاءه بيحبه الاعتناء بمظهرهم أنه يظهروا بمظهر فوق يعني إمكانياتهم المادي فهو بعاشر هذه الطبقة من الأصدقاء أكيد حجاريهم طبعا قلت الاحتكاك بالنماذج الناجحة والقدوات فأنا تحتك معنا مع ناس دائما كلها تهدف فقط المظاهر ما بيحتك مع ناس جديين في عملهم مع ناس بهمهم هو الأخلاق والإخلاص في العمل فهذا أكيد حيخليني اتجه للاتجاه الاعتناء بالمظهر على حساب الجوهر أكيد الضعف الوازع الديني الإنسان المعند وازع ديني لأن الله عز وجل كلنا منعرف لا ينظر إلى السامنا ولا إلى صورنا ولكن أنه يظهر ينظر إلى قلوبنا الحرص على الاستحواز الجنس الآخر فكتير ملاقي شباب أو بنات لا يهتموا كتير بمظهرون أنه من طبقة معينة حتى يشدوا انتباه الجنس الآخر لا نغفل طبعا دور الإعلام الإعلام كتير له دور بنشر هاي الثقافي الاهتمام بالمظهر نعرف كلياتنا بالدراسات في أحد الدراسات أكدت أنه 94% من المشاهدين للمسلسلات والأفلام هني من أعمار من العشرين لتلاتين سنة وهدور جدا هذا العمر بنبهره بهاي المظاهر اللي بيهتم فيها المشاهر وبيحاولوا يقلدون فهون دخل عنا الغدوء الثقافي على شيء انتشر اسمه هواية الشوبينغ بينما كنا نحن بالعادي المتعارفة عليه أنه أنا بذهب للتسوق من أجل أنه جيب حاجياتي أو أجلب حاجياتي الضرورية حولوا التسوق إلى هواي وإلى متعة يعني بيطلع لك المشهور أو الفناني أو الفنان المشهور بينزل إلى السوق وهو مستمتع وأن هذا التسوق يعطيه راحة نفسية وبيعطيه سعادة هذا المرض اللي انتقل إلى مجتمعاتنا نتيجة الغزوء الثقافي والانفتاح الكبير طبعا صارت الشباب بتقلد بطريقة عمياء هون أنا طبعا لعدم القناعة عدم القناعة وعدم رضا أحد الأسباب وذكرت أحد الفتيات على صفحة على الفيس أنه هي مع أنها بتدرس بكلية الشريعة فتفاجأ بأنه صاروا أغلب الفتيات مع أنه هم يدرسوا بفرع أخلاقي وديني فالمفروض يكون تركيزهم على الجوهر والاهتمام بالمظهر يكون جدا بسيط فإنه عم تتفاجأ بأنه عم يدفعوا مبالغ كتير كبير حتى يظهروا بفوق مستواهن المادة وذكرت قصة لأحد الفتيات أنه هي فقيرة جدا وتأخذ معونة من أحدى الجمعيات الخيرية فتفاجأت أنها تلبس أمامته بـ 250 دولار نشرت على صفحتها وتحملت ديون كثيرة حتى أنه تظهر بمستوى صديقاتها الثريات طبعا الحرس على كسب سناء الناس دائما تلاقي بيهتم بمظهره يعني مشان يمدحه مشان يقولون أنت كثير أنيق أنت كثير رشيق من هالكلمات يعني الفية مباهة ففيه هو كأنه بيعمل له شيء شعور بنفسه حدا أخذهم بعض المشاركات نأخذ رأي الناس على الفيس ريمة الغزاوي عم تقول أنه الاهتمام بالجوهر أبدا ما بيهتمام مع الاهتمام بالمظهر ولكن عم تقول لا يكون يعني أنه مبالغ فيه بشكل أنه لا يعني أنه أنا أكون محترم يجب أن ألبس لباسا باهض السمن رشا مع صراني عم تقول الأناقة والمظهر الحسن يعطي للشخص ثقة بالنفس كما يعطي انطباع جيد لأول لقاء ولكن عم تقول بعد التعارف وبعد اللقاء الأول يزول كل هذه الأمور الثانوية ويأتي أمور أخرى صفاء راج عم تقول لأن ما فيه ثقة بالنفس عم تقول سبب الاعتناء بالمظهر عدم الثقة بالنفس أغاني السباعي عم تقول أبدا المظاهر كذابي الإنسان بأخلاقه وأعماله مناخد مع بعضنا فاصل ومنتابع طبعا كعادتنا أي مرض أو أي ظاهرة سلبي لابد أننا نحط لها حلول ما نتركها بالمجتمع أول توصيه هي أكيد هذه الظواهر السلبية تبدأ أنه علاجة من البيت ومن الأسرة كيف الأسرة بتربي أولادها على عدم تلبيت رغباتهم يعني في بعض الأسر بتلبي كل الرغبات لأولادهم وبالمقابل في أسرة بتحرمون فهذا التناقض في التربية هو أحد أسباب الاهتمام والخداع في المظهر دائما أنه يكون خير الأمور الوسط أنه الرب دائما لأولادنا أنه يهتموا بالآخرين أيضا فقط ليس أنه يهتم بنفسه أن يحب لغيره ما يحب لنفسه أن يتربى أيضا على التواضع النسان يكون متواضع يحب عمله يخلص في عمله فهذه كثير أمور أساسية في التربية في الأسرة يتربى على روح الدين مثل ما قلنا الدين دائما هو ليس بالأشكال صحيح نحن مأمورين بأنه نهتم بالنظافة وبالمظهر الجميل ولكن ليس بدرجة مبالغ فوق إمكانياتنا المادية لأنه الله عز وجل فكل الأحاديث بتأكد الله عز وجل يعاملنا على سرائرنا وقلوبنا مهمة هون المربين أكيد أنه توجه على خطورة هذه الظاهرة فكثير الناس يبالغوا بالاستهلاك مثل ما قلنا موضة الشبن أحيانا قد تغرق هذا الإنسان بالديون ولازم نعلم دائما الجيال ثقافة الاحتياجات والأولويات دائما يكون دائما عندنا شيء مكتوب شو هي احتياجاتنا وهذه الاحتياجات نعلمون يرتبوها الأول فالأول حتى لا يغرق بهذه الكارثة وهذه المظاهر الخداعة طبعا مهمة المسؤولين في الدولة الرشيدة طبعا أكثر الدول النامي يجب أنه تعود مواطنين ويكون كتير في توعي على أنه بدل ما أنه يصرفهم كما شفنا بالإحصائية 15% على ملابسهم وعلى الرفاهي الأمور الممكن أن أنا أستغن عنها على العكس تمام تعلمهم على ثقافة الإدخار للأمور الطارئة مثل ما نحن بفترة الحرب الناس لم تكن متعودة على الإدخار كتير ضرب مستقبلة أكيد على المرشدين أيضا النفسيين نحن بنعرف بكل المدارس وكل الجامعات فيه اختصاص اسمه الإرشاد النفسي كتير يتفعل دور المرشدين النفسيين ويكون المرشد النفسي يأكد تمام على أنه الاهتمام بالمظهر هذا شيء ثانوي هو ضرورة بس أنا أطلع بمنظر جميل هو زيادة أو المبالغة فيها اعتناء بالمظهر وخاصة إذا كان فوق إمكانياتي المادية هو عقدة نقص وليس شيء طبيعي بالنسبة للإنسان دائما أنه نخالط النماذج الناجحة النماذج التي تهتم بالعمل تهتم بأخلاقها أكثر اهتمام بالجهور أما المظهر فهو شيء ثانوي دائما وهون طبعا أنا بدي ركز كمان أيضا على دور الإعلام الإعلام ويكون بحط النماذج الناجحة بركز على الأعمال وليس على الأشكال وعلى المظاهر فهون أكيد الناس والشباب اللي عم يتابعوا هيك برامج أكيد حيتتغير نظراتهم طبعا هنا في قصة حننهي فيها قصة لرئيس وزراء سينغافورة طبعا كانت في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية وكان في استقوالها ميشيل أوباما طبعا بهذه الزيارة الرسمية انتقدوا لرئيسة وزراء سينغافورة هايو أقولوا أنه كانت حاملة شنطة كثير يعني ثمنها رخيص فبتعرفوا كما عادة المجتمع الأمريكي جدا بديت الانتقادات والتعليقات أنه هي رئيسة وزراء باستقبال رسمي تحمل شنطة كثير رخيصة فاضطرت هون أنه تتكلم شو سبب ذلك قالت أنه هاي الشنطة هي أنا حقق 10 دولار فقط اشترتها بمدرسة للأولاد المصابين بالتوحد هاي المدرسة كانت تعمل إلى معارض يشتغلوا أولا حتى تشجعوا على العمل للأطفال المصابين بالتوحد والشيء الثاني حتى تدر للمدرسة مصادر دخل بحيث أنه يقدروا يتابعوا أعمالهم فطبعا منعرف نحن المجتمع الأمريكي طبعا كتير تأثر بهذه الفكرة واحترموها جدا لرئيسة وزراء سنغافورة وبديوا يشتروا هاي الشنطة وارتفعت مبيعات المدرسة من 200 إلى 200 شنطة بعد أن كانت الشنطة تتكدس فهون نحن هاي النماذج وأتمركز عليها لإعلامة تمركز عليها هيك النموذج إنساني هدفه أنه تقدم رسالة عن طريق المقتنياتها فجميل جدا أنه نقلد هؤلاء المشاهير ولا ننغرب المشاهير الآخرين الذين يهتموا بالمظاهر الخارجية دائما أنه نكون ركز نكون نحن أصحاب رسالي يكون عنا قناعة القناعة كنز لا يفنى ولا نكون للناس من بره سخام من بره الخام ومن جوه سخام ونتذكر قول الشاعر يا خادم الجسمي كم تشقى بخدمته أتطلب الربح مما فيه خسرانه انهض إلى الروحي واستكمل فضائلها فأنت بالروحي لا بالجسمي إنسان أنتظر آراءكم ومقترحاتكم على صفحة برنامج نقيم وحياة وأراكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة